طب الحمد لله كمان الظروف في خدمتنا والنتاج لعبت معنا كويس بتعادل بروكينا فاسو وسيرليون دي برضو خلتنا ايه مش مضغوطين او محدش لسه بيدابدل غير بفرق على الاقل 4 نقاط وانت بتتعادل فبتحافظ على فرق النقاط مع غينيا بساو طيب ان شاء الله يعني نضمن التأهل لكأس العالم والله طبعا يعني احنا متفاعلين ان البداية مشاركة جيدة حققت انتصارين جيبوتي سيرليون ثم على بروكينا فاسو ثم تعادل مقبول مع غينيا بساو عشان كده يعني الوصول للصدارة ولسه عندنا مباراة بداية من مارس اسيوبيا بإذن الله بداية استكمال المشوار اعتقد ان الفرصة جيدة احنا ليه متفاعلين في تصفات 2026 تحديدا لان هي تعتبر هي الاسهل من سنين مش بنقلل من قيمة او اسم المنتخبات اللي في المجموعة ولكن لو بصيت في السنوات اللي فاتت تصفيات 2022 مباراة فاصلة وانت عارف المباراة الفاصلة بتبقى فيها حساسية كبيرة وفيها حسابات الهدف خارج ملعبك وفكرة ان الذهاب والقياب المباراة الاقصائية تحديدا بيبقى فيها ضغط نفسي كبير جدا على اللعبة مش اي حد يقدر يتعامل معها وما بالك ان انت تصطدمت بقوة في الوقت ده كانت قوة كبيرة جدا هي منتخب السنغالي كان فيه قز تقلقه نفس القصة تصفيات 2018 برضو يعني انت تهلت في 2018 اللي قبل كده 2014 كنت اصطدمت في غانا برضو نفس القصة التصفيات المشاركة عشان كده فكرة ان انت مجموعة وتقدر ان انت تجمع اكبر قدر انت شدرتك يا انت بس ان انت تحافظ على الصدارة دي مهمة الجاس الفاني ومهمة المنتخب الوطني في الفترة اللي جاي ان انت تحافظ على صدارة التبطيب اعتقد مش صعبة بالقدر الكبير اعتقد الفرصة فيه متناول فعشان كده احنا عندنا تفاؤل ولكن لازم يكون تفاؤل حذر ان انت تتعامل بجدية مع كل المباراة اللي جاية يبقى فيه فرصة عندك كمنتخب ان انت تقدر تعمل تجمعات ما عرفش بقى شكل الدوري هيستمر معنا ممكن كلمت مع راك كتير يا كابتل في حلقات سابقة دوري وشكل الدوري هيحصل ايه هل لجنة المنسبات عندها تصور اللي هيحصل في الفترة اللي جاية اشك انه يبقى فيه تصور ولكن نتمنى ان احنا ما يقصرش على الاندية وما يقصرش على المنتخب في نفس الوقت لان انت كاتحات جورة انت بتشتغل هدفك ان انت مصلحة المنتخب وبرضو مصلحة المسابقات اللي انت بتوديرها فما ينفعش ان انت تضغط المنتخب في الفترة اللي جاية وتديله اللعيبة ومرهقة بعد فترة كبيرة من المباراة المحلية لان طبيعي ان انت الفترة اللي هنا من شهر 6 لغاية شهر 8 هتحاول ان انت تضغط مباراة الدوري بشكل كبير جدا عشان تلحى ان انت تخلص المسابق عشان تبتدي الموسم اللي بعده فكل ده يعني اتكلمنا فيه كتير وقولنا لازم شكل الدور يتغير لازم يبقى فيه حلول عملية اكتر من كده عشان كده ما نتمناش ان يبقى فيه تأثير سلبي على المنتخب في الفترة الجاي